السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تغيير صورة شاشة القفل أو اللوكس كريم في الويندز 11 فلا تنسون دائمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل اللي تحتاجون تسوونها تروحون على قائمة إبدا تضغطون كليك يمين رح تفتح معاكم هذه القائمة من هنا تروحون على خيار الستنج أو الاعدادات بعد كذا من هنا على اليسار تضغطون على هذا الخيار فراح يفتح معاكم بهذه الطريقة من هنا يا شباب تروحون على خيار اللوكس كريم أو شاشة القفل فراح تفتح معاكم هذه الواجهة عندنا الخيار الأول هنا هذا الخيار التلقائي اللي هو الخاص بالويندوز نفسه فراح يتم تغيير الصور بشكل تلقائي فنضغط عليه رح تطلع معنا ثلاث خيارات الخيار الثاني إذا حابينكم تختارون صورة مخصصة من الجهاز فعندكم هنا صور مقترحة تقدرون تختارون مثلا هذه الصورة أو هذه حسب اختياركم وإذا حابين يا شباب تختارون صورة شخصية من الجهاز تضغطون على هذا الخيار فراح يفتح عندكم جميع الصور اللي موجودة في الجهاز وتختارون الصورة اللي تبعونها نفترض مثلا هذه الصورة فتختارون هذا الخيار اللي هو Choose Picture وراح يتم تغييرها بشكل مباشر بعد كده يا شباب عندنا الخيار الثالث هذا تقدر تختار ملف في مجموعة من الصور نفترض مثلا عشر صور خاصة عندك في الجهاز فراح يتم تغيير بينها بشكل تلقائي تضغطون فقط على هذا الملف اللي هو Browse وتقدرون تختارون الملف اللي فيه الصور فنفترض مثلا هذا الملف الآن تضغطون Choose This Folder فراح يظهر معاكم هنا بهذه الطريقة الآن عندنا ثلاث ملفات موجودة فيها صور رح يتم تغييرها بشكل تلقائي فإذا حابين يكون مثلا تحذفون هذا الملف تضغطون Remove وراح يتم حذفه بشكل نهائي ويكون بس موجود عندكم ملف واحد يتم تغيير الصور فيه فهذا كان يا شباب شرح تغيير صورة شاشة القفل بكل اختصار إذا حابين تعرفون أكثر على Windows أو تطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة